35-26 نتيجة فوز منتخبنا الوطني بالأمس على منتخب بيلاروسيا فوز جديد بيضاف إلى خزائن منتخب مصر الحمد لله وده اللي بيذكره التاريخ لكن اللي همنا أكتر دلوقتي اللي احنا نشوف القادر بالنسبة لنا إيه وانا نهارته كنت بكلم مع حضراتكو في الانترو بكلم يا جماعة احنا محتاجين نركز قوي ولا نفرد في الفرحة قبل مباراة سلوفينيا لأنه حسابات المجموعة معقدة هشرح لحضراتكو ليه مع ضيف العزيز النهاردة وهو ملك من ملوك الدفاع في كرة اليد المصرية صاحب الرئات الثلاث وهي الكلمة الشهيرة طبعا لكابتننا كبير كابتن ميمي الشربيني صاحب الرئات الثلاث اللي هو يعني بيدي عطاء كبير جدا في الملعب عنده ليقى بدنية عالية بيلعب مش عايزة أقول جوكر ولكن هو مركزه الأساسي هو الدفاع دفاع منتخب مصر دفاع نادي الزمالك ومنها بعد ما خلص اللعب وفترة أنه كان لعب في المنتخب وفي نادي الزمالك بيدرب الآن في نادي الزمالك أيضا نجمينا النهاردة هو كابتن إيهاب محسن نجم مصر والزمالك الصابق في كرة اليد أهلا بك يا كابتن نوارنا صباح الخير ألف ألف مبروك لمنتخبنا من الحاجات اللي سعدتني قوي مبارح أنه كل المنتخب كل اللقاءات اللي اتعاملت مع اللعيبة حاسة أنه هم عندهم جملة واحدة وبتتكرر عندهم إحنا خلاص فرحنا هنقل بالصفحة للمرش اللي جاي مزبوح ما بيفرطوش في الفرح عارفين أنه فيه هدف وهم عزمين عليه وواضح ده قوي من الأداء من اللياقة من التركيز في المرعب وواضح من المدير الفني وده اللي احنا بنشوفه وبنجني ثماره بقى في النتيجة النهائية الحمد لله تعقبك إيه على مباراة البرح والأداء اللي احنا ظهرنا بقى والله المنتخب ماشي بخوطة سابتة جدا من بداية المجموعة حتى ماتش شيلي بس هو كان واضح أن العيبة مكانش مركزة في ماتش لضعف الماتش حتى بقى كان بعين على المدير الفني بقيت مبارياتنا خاصة بداية مبارياتنا خاصة مع ماتش مباريات شيلي هم البداية برضو يا كابتل اه ورسيات الرئيس كان موجود في الماتش الفتاح ده أكيد برضو كان عمل لهم رهبة شوية ولكن ماتش شيلي ما كانش مكياسة خالص بعد كده بدأنا ماتش مكدونيا أداء هايل طبعا نذكور عالي جدا بعد كده ماتش السويد ماتش لو اتعاد مئة مرة كنا مفروض نكسب لبعض الأخطاء البسيطة جدا يعني مش عايزة تكلمة على التحكيم بس كان فيه أخطاء واضحة شوية للتحكيم بعد كده بدأنا الراوند التاني والأهم بدأنا ماتش روسيا طبعا برضو أداء متوازن جدا دفاعه وهجوم خلينا برضو نقول ان المدرب يعني مش هنقول تعلم طبعا بس هو فيش حد ما بيغضش في الدنيا هو مدرب طبعا هايل ولا غبار عليه ولكن هو ماتش السويد خطأ خطأ كبير شوية في الموضوع عدم الروتيشن الناس كانت بتتكلم عليه بس هو ده فعلا كان واضح جدا في ماتش السويد خاصة شروط التاني بس احنا استوعبنا درس السويد بزبط كويس ان هو جي في التوقيت ده بالزبط بالزبط ماتش روسيا عمل الروتيشن ما قدرش منتخب روسيا يجرينا في المباراة من أولها الأخيرة نفس الكلام مباراة تنبارح عمل الروتيشن مزبوط ما يحدش قدر يجرينا في المباراة خالص فنتمنى ان منتخب يكمل على كده مايس سوليفينيا طبعا العونج زوكيجا ممكن يوصلك أول مجموعة ولو وصلت أول مجموعة بالنسبة كبيرة ان شاء الله تقدر تتخطى كرواتيا وتوصل السنفاينة نتمنى يعني لو احنا طلعنا طبعا أول مجموعة هنلعب كرواتيا لانه المرجح دلوقتي انه الدنمارك هتبقى أول مجموعة مرجح لكن ما حدش على أرض الواقع وكونوا يستني الجولة الثالثة سواء هنا أو هنا بس خبلك الدنمارك ما لابتش حد جامل لحد دلوقتي هي منتخب طبعا تييلو وحامل لقب بطولة العالم ولكن لحد النهاردة هو منتخب الدنمارك ما لعبش ولا فرق أوروبية كل الفرع اللي بيقابلها من أسيا وأمريكا الجنوبية لسه هيلعب آخر راود عنده هيلعب منتخب كرواتيا ده هيبين برضو بس أكيد منتخب الدنمارك بس هيكشف أوراقه برضو أكيد ما فيش أوراق تستخبى خلي بالك كل المنتخبات عارفة كل نقطة الضعف ونقطة القوة بس اللي فيصل في الآخر مين اللي فائق جوه المباراة نفسها مين اللي هيقدر ينفس تعليمات المدير الفني كل المدير الفني بيحضر كويس وبيحضر لعبته بيقولهم عن نقطة القوة والضعف ولكن في الآخر مين اللي بيينفذ اللعيبة اللي بتنفذ هو بيتنفذ بنسبة كم في المئة من كلام المدير الفني هو ده اللي بيرجح كافة المنتخب اللي هيقدر يكسر شفت ماتش السويد وسلوفينيا مباراة 28 أول الاثنين تعادل هل الأول أنت كنت متوقع النتيجة دي؟ ده أنا كنت أتمنى مش متوقع النتيجة أن الماتش الفرقتين إيكوال في حاجات كتير قوي الماتش كان جوه الملعب يعني مفيش كافة فرقة من الاثنين أرجح كنت أتمنى فوز سولفينيا عشان لو كنا نحن إن شاء الله بكرة نكسب أو يعني آه بكرة نكسب سولفينيا كنا بقينا أول مرتاح لكن إنت النهاردة بعد النتيجة دي ممكن تكسب سولفينيا وبرده ما تطلعش أول وبرده ما تطلعش أول سويد لو كسبت روسيا هتبع هي أول مصر 6 والسويد 6 الاتحاد الروسي 5 سلوفينيا 5 بلا روسيا 2 ومقدونيا بلا روسيا ومقدونيا برا للعبة خالص لكن في ناس ممكن تدخل في اللعبة الأربعة دول موجودين مصر سويد سولفينيا روسيا بغض النصر على التقدم آه طبعا خالد أنت النهاردة لا تقدر الله لا تقدر الله لو ما حصلش نصيب وما كسبتش مطش سولفينيا آيو أنت قوت يعني أنت لازم تكسب مطش سولفينيا بس إحنا عندنا فرصة للتعادل آه بالزبط ولكن إحنا معننا فرصة للخسارة خسارة بفاش خالص بالزبط عشان كيرا احنا بنركز على مطش سولفينيا بما أنك بقى مالك من ملوك الدفاع في مندخب مصر وفي نادي الزمالك لازم متوقف معك عند نقطة الدفاع سلوفينيا لما شفناها مبارح قدام منتخب السويد كان عندها تميز في البلايميكر كان عندها لعب الدايرة مميز كان عندها الباكليفت بتاعها مميز جدا إزاي الدفاع المصري هيتعامل وإحنا طبعا لازم وإحنا منتكلم على الدفاع المصري لازم نشيد بدفاعنا رغم أنه أنا مش عايزة أقول هم الجنود المجهولين لكن إبراهيم المصري مبارح كان فاق قوي كان متقلق قوي ليقى بدنية عالية جدا ما شاء الله وهو معود برضو بالاستبعدات وكل حاجة وده مصير أي حد بيلعب في الدفاع لكن حتى في الكرة اللي وقعت من اللاعب بتاع بلا روسيا هو كان فاق أو التقطها وراح لعبها في الجول وكان أمتي جول وقتها كان المرمى فاضي فعايزة أعرف برضو زي إحنا هنتعامل بالشكل الأمثل مع المنتخب السلوفيني اللي عنده أكتر من عنصر مميز طيب خلينا نتفق برضو أن مطش مثلا هنقول مطش بيلاروسيا والسويد بيلاروسيا وحنا نفرج عليها مع السويد بنشوف أن الهجوم البيلاروسي كان هجوم كاسح وهجوم قوي جدا من الباكليفت ومن الهوف ومن اللاعب الدايرة قدام منتخب مصر كم ده ما حصلش خلص الراجل الأسباني البروندو المدير الفن المنتخب مصر وبيعتمد على طريقة دفاعية مميزة جدا وهي إرباك المهاجم طول المطش بمعنى المدافع في المنتخب المصري أو منظومة الدفاع في المنتخب المصري بتعتمد على مش هي تبقى رد الفعل لا هي الفعل يعني أنا اللي بتحكم في أداء المهاجم أنا اللي بتخلي المهاجم يعني اللي أنا عايزه يعني إزاي حديث قلوة إبريم المصري وهو جندي فعلا مجهول حديث قلوة إبريم المصري أجيال كتير برده طبعا هو خبرات دقاتي عالية إبراهيم مصري دقاتي 32 سنة خبرات عالية ومميز جنة مجتهد ومخلص فهو طبعا من الجندي من الأجناد المجهولة في المنتخب مصر الكرة زي بتاعت اللي حديث قلت عليها اللي خدها اللي خلى اللعيب يضع هو اللي خلى اللعيب يتلقبط هو اللي خلى أكبر المهاجم هو مش واقف مستني المهاجم يعمل إيه وأنا بقى رد الفعل لا هو المدرب الأسباني معلمهم ومحفظهم أنه هو اللي بيخلي المهاجم يعمل اللي أنا عايزه كمدافع يعني طلع له ورجع له تاني المهاجم تلقبط عامة دابت ريب خدها حطها في الجول فهو ده اللي بيعتمد عليه المدرب الأسباني في طريقة اللعب طبعا شيفتين بين طرق الدفاع عندنا ما بين 605133 متقدم إحنا ده بيبقى على أساس إيه هل تحرقات الفرق الأخرى هل اللعبين المميزين مثلا ولا هل على مراحل المباراة كل حاجة يعني كل حاجة قطية ده وارد جدا في مطش ممكن هو أولا هو بيلعب 6-0 يسمع 6-0 ولكن بيشتك منها طرق دفعية كير قوي ممكن يبتقي مرة واحد بقلب 4-2 ممكن بيبقى 5-1 ممكن 3-2-1 مقفول كل ده من خلال 6-0 وكل ده خلال المطش واللي مميز جدا في المطاقة خمص إن اللعيبة بتطبق الطرق كلها بإيجادة عالية جدا وكل اللعيبة يعني أنت بتشوفوا بهي مصر النهار ده في 3 جنبه علي زين لأداء هيل بيخرج علي زين بينزل يحيى الدرع في 3 لأداء هيل جدا في 2 ممكن تلاقي محمد 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 حاشم ممكن تلاقي دودو ممكن تلاقي يحيى الدرع لإحيى التانية بتلاقي محمد محمد حاشم ممكن تلاقي يحيى خالد كل ده يثبت ويبين إن الراجل محفظ شغل الدفاع بشكل كبير جدا فبصراحة محفظهم دفعيا وهجوميا طبعا طبعا أنت ذكرت مساء عن دودو دودو مبارح كان رجل مباراة دودو شاط تقريبا من كل المراكز يعني شاط من البكريت ومباكليفت ومن السنتر فيعني ما شاء الله كان مبارح كان رائع هو كان أصلا أفضل لعب منتخب الناشئين منتخب الناشئين أه فإحنا عندنا مكسب 2 من الناشئين مميزين جدا إذا كان حسن أداح أو هشام دودو وكمان هو محترف في نيم الفرنسي فطبعا بنتمالهم كلهم كل سيف الدرع صغير برضو معهم خالد وليد ودبر القيمة بس هو موجود دمن الـ 24 لعيب لا أول منتخب فيه ميزة قوية جدا أنه عنده مزيج ما بين الخبرة والشباب نحس أنه متكامل جدا السكوات ده مجاش في منتخب مصر من سنين طويلة جدا عشان كده هم حدر نحن برضو بنشوف اللقطات دي عايزة أتكلم على التناوب اللي بيحصل في المراكز يعني حركة برضو الناس بيشوفوها على الدايرة بتحصل لكن ممكن ما يكونوش قادرين أنهم يفكوا شفرتها لو حد مش متخصص فعايزين برضو نوضح لهم النقطة ده كل تاكتكس محفوظ برضو ده شغل الراجل خلينا برضو متفقين أن المتخب ده هو فكرة كلها خالي الدفاعات الفريق بالضبط كده بس هو بقى الكواليتي بتاع العيب هو لمساعد برضو المدرب أنه يعمل كل ما هو مدرب أنا ممكن المدرب عندي أفكار كتير أقوى في دماغي وعلي جدا بس مين هيطبق الفكرة تاعي وماشا للطباق لده مبارح كمان وحريك بتقول كده فالداعم أكتر لكلامنا هو الأرقام يعني 13 واحد تيرنوفر اللي هي الأخطاء اللي هم ارتكبوها يعني شفت منتخب مصر قدهم لإيه بالضبط كده احنا بقى عملنا كم تيرنوفر واحد بس عليك مذاكرة كويسة منتخب ده يستحق أنه يتذاكر بالضبط كده بالضبط ده رقم نازل من يستقف عنده يعني بتلعب 60 دقيقة بتعمل خطأ واحد بس اللي هو من دابر دريبل لأربع خطوات لمس باس واحد بس في 60 دقيقة ده حرام المتخب ده ينعبش مربع يعني يعني هو عشمنا بأمانة بصراحة يعني أنا والله كنت في انترفيو أحنا برضو مش عايزين نفرد في الفرحة يعني عارف حضراتك إحنا لما بنفرح عايزين قول يا رب يعني زي ما يقول هو لما بنضحك أو يقول الله ما جعله خير يعني قبل البطولة خالص ما تبدأ أو بعد ما تشيلي عملت الانترفيو في تلفزيون وقلت يا جماعة لا الموضوع صعب لكن بعد الأداء بتاع ماتش روسيا وبيلا روسيا وحتى أداء السويدة اللي احنا خسرناه لا الموضوع يطمع جده بس نخلي بالنا من النقطة في ناس بتاخد النتيجة كده بشكل النظر يقولك آه ده احنا كسبنا 35-26 ده الماتش كان سهل لا وكذلك ده برضو اللي تقال على ماتش روسيا لا فلا اللي يتقرب ويتابع الموضوع مختلف انت اللي بتخلي الماتش سهل انت اللي بتحجم الفرقة لقدامك انت اللي البداية عندك بتقضي على أي طموح لأي فرقة قدامك والبداية دي كانت نقطة السر مبارح ماتشين اه اللي هو بازع الأولي مصبوط بكبنة المباراة بالزبط كده وبعد كده بقى الروتيشن هو ده بقى اللي بيفرق معك بايكان انت ممكن تركب الماتش بالتشكيل معين لو فضلت محافظة هو مدرب بقى دماغه مقفولة وفضل بقى لك أنا بدأت الحمد لله أنا كسبان مثلا فرقة سبعة تمانية بتشكيل معين لا أنا أفضل محافظة عليه وكمل بين ماتش مش هتقدر طب احنا تكلمنا على نقاط قوة كتير جدا نقاط الضعف عشان برضو نبقى متيقذين لها واغذين بالنا منها ايه هي لو ما عملش رتيش لو ما عملش رتيش او انا شايف ان الحمد لله طب الأجنحة يعني سنب برضو شغال كويس على الناحية الثانية دي خلينا مش عايز اقول جناح مكسور لكن هو فيه لعب ناشط جدا ولكن غير مستغل بكار بالضبط بالضبط احنا خلينا نقول وبردو ناسي قولك تم بكار لما نزل مبارح ما كانش كويس وقق اقرى مثلي لما نزل مبارح ما كانش كويس خلينا نتكلم كلاعب شوية ويحيا خالد برضو ويحيا خالد اجماني حيا خالد طبعا نعمل أداء هاي للراوند الأولين خلينا متفكين ان اللاعب لما بينزل والسكور عالي اكيد من جواء الدنيا ما بتبقاش تركيزه ما بتبقاش مية في المية زي اللاعب بداية المباراة والدنيا لسه ايكول ده اللي حصل كمان مع اسلام حسن ولا اسلام حسن لسه مدخلش في في أجواء البطولة قوي يعني اسلام حسن كان عنده تقريبا اصابة شاكرا ما بدأش البطولة من اسلام طبعا من القوة الضربة ولعب خططي بشكل عالي وخبرات عالية برضو بس هو ما بدأش البطولة كان عنده أصابة قبليها ولا حاجة فما دأش البطولة من الأول عبال ما دخل كان فيه لعبة كتير دخل رجي أجواء البطولة فهو لسه المدرب يحاول يدخلوا واحدة وحدة انا توقفت من خلال بداية البطولة لحد مباراة الأمس عند ارتفاع مستوى بعض اللاعبين حتى أكرم يسري حديك بتقول نوع يعني ربما يكون كانت دي اوف لكن هو قدم مبارايات عالية جدا فلازم نتوقف عند قيمة التسوقية اللي هتعل بالنسبة لبعض اللاعبين بعد البطولة دي وهم يعني ليهم برضو حصيلة قبل كده فده بيزود حصلتهم خاصة لما يبقى منديع العالم بالضبط فلازم نتكلم على النقطة دي مين اللاعب اللي انت حاسس انه لا ممكن قيمة التسوقية تعلى بعد البطولة دي مين اللاعب اللي حاسس انه هو ممكن يحترف في مكان مميز حتى لو هو محترف حالي تمام لأ لو قلنا مين ممكن يحترف أو مين ممكن يغير يعني يجيله عروض بره احترافية لأ كتير قوي كتير قوي وان شاء الله لازم يحصل بإذن لبعد الأداء اللي هم عملوه ده لازم هيحصل حسن أداح يحيى الدرع علي زين ممكن يغير من احترافه أنا شايف دودو نادي نيم علي زين في الشرق في الشرق الأمارات ممكن يجيله حاجة في أوروبا وعلي زين عالي زين عالي فيجيله عروض كتير في أوروبا بس هو الظروف معينة ما بيقدرش يخرج بره دبي الفترة اللي فاتت يعني أحمد الأحمر ممكن يجيله بس أحمد الأحمر مش هيسيب نادي الزمالك في الفترة الحالية ليه يعني مرتبط بهو بحاجات جوه النادي مش هيقدر يسيبها في الفترة الحالية وصر أحمد الأحمر ما يحترفش بصرح عشان خاطر السن وكده فهو يعني عايز يختم حياته في نادي الزمالك لغمين أنا شايف أن أحمد الأحمر ممكن يلعب سنتين ثلاثة كمال متقلق ده يعني الله أكبر ما شاء الله يعني قبل ما نتكلم على الموضوع أنا هو بقول عشان الحسد رئيس دي أحمد الأحمر بس لوحده يكيل بالزهر أطبع 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 ربنا يحميه يعني ويخليه كامل يوه أحمد كمان الإنجاز إنه هو في السن دوت بيقد الأداء دوت بالروح دي طبعا احنا بنتكلم على ريس الإيد لأنه هو بالنسبة للسترايكر هو اللي بيتحكم بالزبط فممكن يخدع حتى وبيخدع الناس كلها بيخدعنا حتى وإحنا بنتفرق فهو لا طبعا برح لمياته الجزائية طبعا هو المتخصص فيها يعني كان رائع بالزبط يحيي خالد أنا شايف أنه هو بالعطران في نادي من أقوى الأندير في أوروبا كلها فهو هيكمل حبة وإنه هو ماشي كمان بمستوى هايل مع فيزبرم المجري في حياء خالد فهيكمل ممكن كريم هندوي الطيار ممكن يحترف محمد ممدوح ممكن يغير يجيله حاجة أحسن من دينما بوخاريسة في رومانيا فلا طبعا الأداء اللي احنا شايفينه يعني هذا محمد ممدوح حشم من أحسن لعيبين الدائرة في البطولة كلها ده بالله ما مبالغة هاي الكهنة آه يعني يعني لازم يمكن يجيله حاجات أحسن من دينما بوخاريسة بكتير فلا المجموعة كلها سالناس بتركز كمان بعد المباراة مع رجل المباراة وتينسى الباقي لا 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 أنا ضد أصلا ما نفزمتش دي خالص يعني يعني برضو تشجيع ما هو تشجيع دي العيب وإحباط للناس كتير وهو مهما يكون مهما يكون أنا شايف بس في عيب واحد بس إن اللي بياخد رجل مباراة فريق كله بيضربوا يعني مباراة شوفنا شوفنا دود و أبيها أحمد الأحمد وأحمد الأحمد اتنين اضربوا ما شاء الله يعني بس بيبقى ضرب حلو يعني احتفالي فأنت شايف إنه ممكن يبقى في عروض احتراف جاية في فترة لأخير دي ما كانتش بدأت من دلوقت حتى نفسها هتعلق دي ما كانتش بدأت من دلوقت فعلا بس فيش حد هيعلن عن أي حاجة بس هي متأكد إن في ناس بدأت تحط دي ما شعايزينها بردو تحت قوي عشان بردو تشتيت اللعبين فبيبقى في خوف مباراة شكية ما فيش إعلان بس هي بكلمة أندية بدأت تحط تعنيها على لعيبة خلاص أو من بطولة تخلاص هبدأ أكلم ده هبدأ أكلم ده هبدأ أكلم ده ده حصل من دوقتي خلاص عايزين ندي كل الألماني بقى يا رب يا رب نتمنى كيلو برشلونة يعني ويحي خالد على فكرة بيلعب في نادي بيوازي الأندية دي يعني لسه كان بيلعب حتى الفينال فوربت على دولة أبطال أوروبا بالزبط وأدى أداء هاجل يا حياء خالد فإن شاء الله ناس هيجيلها في كيلو ويجيل برشلونة مش سدقينه ما بقى موضوعا كان زمان صعب هو طبعا بوخارست في إسبرم نيم كل حاجات دي مميزة جدا للعبين وإحنا سعداء بيوم جدا لحنا عايزين المزيد عارفهم عاشمون طبعا سند سند ممكن يجيلوا حتى أحسن من يم بكتير بس هو سند مجدد لحد سند 20-24 على معظون بس طبعا سند مقدي يعني أداء واخد أحسن ونجرايت في الدورة الفرنسي طبعا أنا أحفظهم كلهم ما شاء الله هايلين لكن ما ينفعش أن أنا عدي يوم من أيام البطولة دي من غير ما أتكلم على التنظيم الرائع وإشادة المنتخبات الأخرى بالتنظيم طبعا وهنا عايزين نوجه الشكر بقى للالتحاد واللجنة المنظمة وزارة الشباب والرياضة بارح يعني حرص وزير الشباب والرياضة شفتك دايما بعد المباراة وحتى بيحيي رجل المباراة بعد كل مباراة فعايز أتكلم على تنظيم البطولة رغم بقى جائحة كورونا على النحية التانية يعني عايز أقول لك أنه إحنا هنا كان قبل البطولة الناسبة تتكلم برا على تأجيل أولمبياد طاكيو بالزبط مبارح لتاني مرة وكانوا كمان بيتكلموا أن هما هيأجلوها ثلاث سنوات فمبارح رئيس اللجنة الأولمبياد الدولية طلع نفى كلام ده وقال أن هي قائمة في معدها وعينهم بقى على مصر وتنظيم البطولة وبيفكروا في البابل اللي هي موجودة عندنا دي دلوقتي فكويس جدا أن احنا نواصل رسالة دي للعالم أن احنا قادرين بالزبط تعليقك إيه على موضوع تنظيم البطولة طبعا التنظيم أكثر من رائع حتى حفل الافتتاح اهتمام من كل مسؤولين دولة اتحاد المصري ووزاعة الشباب حتى سيد الرئيس برضو مهتم بنفسه كان متابع كل خطوة بخطوة من قبل البطولة ما تبدأ بالتجهيزات الصلاة بالإقامة بالتنقلات بكل حاجة إيشادة من كل لعيب العالم وكل المنتخبات بالتنظيم وبالإجراءات الاحترازية طبعا مجهود غير طبيعي خاصة هو مجهود مش طبيعي وزيادة بقى مش طبيعي أكتر بسبب جائحة كورونا فطبعا إشادة لكل الناس القائمين على البطولة وتعب ومجهود وربنا يكلل مجهودهم وتعبهم بأن المنتخب مصر يوح لأبعد مكان إن شاء الله في البطول أبعد مكان يعني بعيدا عن الأبنيات بتتوقعوا إيه؟ لمنتخب مصر إن شاء الله مربع زهب المربع زهب إن شاء الله قادريني ننافس على اللقب؟ أو والله طيب مين الحصان الأسوال اللي انت شايفه حالي؟ هل انت متتفق؟ منتخب المجر المجر أو ماشي البرتغال لا البرتغال خلي بالك واضحا هي كويسة من بطولة أوروبا اللي فات أيها لا المجر ليه بتقول المجر؟ عشان المجر أنا فجئت بمنتخب المجر عشان المجر اللي عملوا مع ألمانيا؟ مش عقب لحنا لو جمهور عاديين هنقول هاتسمع النتيجة وخلاص ذاك لكن ما تتفرج على الأداء لا منتخب هاي صح عنده كله مقاومات الفوز منتخب المجر من حراسة مرمر تفعها قوي جدا هجوم قوي بليميكر زاكي جدا عنده لعيب دايرة من أحسن صح لعيبة الدايرة في العالم باكات ليفت باكات رايت عنده تشكيل كامل أه طبعا ومدرب كويس جدا الفريق كله نجوم جدا لكن على الناحية التانية ولعب جماعة لكنت بسألك على منتخب الماكينات الألمانية يعني لو إحنا ووقفنا قدام الموتش ما بين أسبانيا وألمانيا إزاي المتادور الأسباني إذر يعطل الماكينات الألمانية بهذا الشكل مظبوط خلينا ننتفق إن منتخب الألمانية يعني ينقصوا لعيبة كتير قوي مهمين قوي مش مجوش بسبب جائحة جورونا بسبب إصابات بسبب حاجات كتير بسبب ظروف شخصية فيه رعيبة كتير من منتخب الألماني اعتذرت عن البطولة فمنتخب ينقصوا لعيبة كتير قوي مهمين ضم عناصر شابة تعويضا للغيابات اللي عنده فمنتخب الألماني مشكور على الأداء اللي بيعملوا في ظلر غيابات دي منتخب الأسباني محافظ على سكوات بتاعه بقاله فترة طويلة قوي يمتلك رعيبة خبرات عالية فقدر حتى لو شفنا ماتش ألمانيا وأسبانيا هنلاقي أن في الشوت الأوليني أسباني كتير كاسباني فارق ثلاثة في نص الشوت الثاني منتخب الألماني قدر يرجع في المباراة وتفوق بفارق ثلاث أهداف في نهاية المباراة الخبرة حسمت الموقع زي ما بيقولوا وقدر ترجع تاني في المباراة وخلص الماتش فارق تقريبا ثلاثة أو أربعة من منتخب الأسباني لكن منتخب الأسباني طبعا قوي جدا فتبتكلمي برضو منتخب الأسباني من المنتخبات المرشحة بقوة للقب يعني مش المربع بس فأنا شايف المنتخب المجري هو الحصان الأسود وهيروح لحتة كويسة جدا في البطولة دي هيكمل يعني نهاي البطولة تتوقع بمنهم التنهيذة دي تفكير مرحب نفسي مصري تلعب فاينها نفسي والله يعني وفعلا حديدك قلت حاجة في أول اللقاء خالص إن المنتخب كل ماتش بيتي كل اللعبة بتقول إيه عايزين ماتش بماتش ماتش بماتش ليه هم حاسين إنه هم يقدروا يعملوا حاجة هم ما بيفرحون إحنا فرحنا خلاص وقفلنا ملف المباراة هم حاسين بنفسهم هم شايفين إن فرق بينهم وبين فرق الأوروبية القوية مفيش فرق بالعكس أنا بتفوق بتفوق بفرق كبير هديك بلا روسيا النهار دا متعلم على السويد وماتش كان ايكوال طول الماتش نار النهار دا تبخلص ماتش بلا روسيا جيت بقى ماتش بلا روسيا إنت عملت إيه في بلا روسيا فيه فرق تبص تلاقي دا حاجة حلوة على فكرة إن المنتخب قافل وذانه عن الناس اللي بيعودوا يخوفوه لا دا منتخب بلا روسيا قوي مش هنعرف نصد قدامه والكلام دا كله فالحمد لله إن إحنا على قد المنافسة وإنا مش عارفة بس أنا جالي إحساس كده بعد ماتش الاتحاد الروسي إن دا منتخب بطولة طبعا طبعا ما هو حقك تشوف كده طمنا أيوة حقنا كلنا لازم نطمع في كده لازم يعني لو ما عمدتش كده دلوقتي الموضوع صعب بعد كده فإن شاء الله تقدر نمر سريعا على مباراة النهاردة النهاردة قطر والبحرين الساعة 4.5 ورجواي وأسبانيا 4.5 الأرجنتين الساعة 7 مع كرواتيا بولندا ماتش مهم ماتش مهم ولازم نشوف كرواتيا بولندا والمجر الساعة 7 تونس هتلعب مع الكنغو ديمقراطية تسعة ونص اليابان والدنمارك تسعة ونص أبرز المباراة اللي انت هتبقى حريص ان انت تتبعها ماتش كرواتيا عشان يعني أنا شوفت كرواتيا بس عايش شوفها تاني وتالت عشان إن شاء الله نحفظ هو إن شاء الله اللي هنقبله الدنمارك واليابان الدنمارك واليابان ماتش محسوم من قبل ما يتلعب ماتش المهم برضو بولندا والمجر بمجر لازم تكسب بولندا عشان تكمل ممكن تطلع أول المجموعة دي إن هيبقى عندها ماتش بينها في الآخر لو كسب بولندا هيبقى عندها ماتش بينها وبين أسبانيا أول وثاني المجموعة هم اللي اتنين لها يسعر دوري التماني أخيرا متطم من قبل مباراة سلوفينيا بكرة متطم إن شاء الله متطم لو كمل ده بنفس الأداء ما هيبقى فيش أي صعوبة كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله كابتن إيهاب محسن نجم وصر وزمالك السابق الكرة متطم بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا كل شكرا لحضراتكم مشاهدين الكرام كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وبنقول مبروك للفوز والتنظيم ولكل من ساهم وكان سند قوي ودافع قوي لمنتخبنا ولتنظمنا وحتى المنتخبات اللي كانت موجودة كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله والمزيد والمزيد في القادم بس التركيز